السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم محمد حدايدي هذا هو تطبيق أبشر اللي متعودين عليه وهذا تطبيق أبشر نسخة جديدة منه توفرت في متجر الأب ستور لأجهزة الآيفون كذلك في جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد اسمه أبشر الأفراد رابطة للتحميل الرسمي بتلاقيه بصندوق الوصف أسفل الفيديو لأجهزة الآيفون والأندرويد وخلينا نلقي نظرة على أهم خصائص وميزات هذا التطبيق طبعا التطبيق يدعم اللغة الإنجليزية ويدعم كذلك أكيد اللغة العربية بتجيك بهذا الشكل هذه واجهة التطبيق أول ما بتفتح التطبيق عندك تسجيل الدخول بنفس حساب أبشر الخاص فيك وعندك عرض هوية مواطن وهي عبارة عن خيار لدمج هويتك الوطنية أو تحويل هويتك الوطنية إلى باركوت واللي بتقدمه أنت لرجل الأمن فأنت أول مرة يجب عليك تسجيل الدخول وتفعيل الهوية الوطنية من بعدها خلاص ما يحتاج تسجيل الدخول بمجرد عرض هوية مواطن وحيكون التفعيل طبعا عن طريق بصمة الوجه لو جهازك يدعم بصمة الوجه بهذا الشكل وفي هذا المكان بتكون صورتك الشخصية الموجودة على الهوية الوطنية كذلك اسمك بالكامل رقم الهوية وتاريخ انتهاء الهوية وهنا بيظهر معاك الباركوت اللي بتقدمه لرجل الأمن أو الجهة اللي طالبة الإطلاع على الهوية الوطنية اللي تمتلك طبعا جهاز باركوت خلينا الآن نسجل دخول ونلقي نظرة على طريقة تفعيل الهوية الوطنية وبعض خصائص التطبيق بهذا الشكل عندك الصفحة الرئيسية بعد تسجيل دخولك بحسابك الخاص فيك تبع أبشر عندك التنبيهات وعندك خدماتي وعندك عائلتي وعندك عمالتي وعندك مركباتي ففي خانة التنبيهات الوثائق المنتهية سواء كانت رخصة السير أو الهوية الوطنية أو جواز السفر أو حتى استمارة السيارة أو رخصة السيارة وإلى آخر من أي وثيقة تحت حسابك في أبشر المنتهية ستظهر في هذه الخانة ومو بس كده تستطيع التجديد من داخل نفس التطبيق من خلال زر الإعدادات اللي موجود عندك بالأعلى في الخانة الأولى بيكون عرض تفاصيل كامل حسابك وهنا عندك اللغة العربية أو الإنجليزية وهنا بيكون التواريخ سواء ميلادي أو هجري وبالأسفل عندك اللي هو تفعيل بصمة الوجه لو جهازك يدعم لو اتجهنا إلى الخيار الآخر وهو خدماتي هذا هو الخيار اللي شفناه في بداية الفيديو اللي هو عرض هوية وطنية أو تفعيل الهوية الوطنية عندك تجديد جواز السفر الخاص فيك تجديد رخصة القيادة الوثائق المفقودة وإلى آخر من بقية الخيارات الواضحة جدا مثل إدارة المواعيد توصيل الوثائق عقود الإيجار الخاصة فيك وإلى آخر من بقية الخيارات أما لو اتجهنا إلى خيار عائلتي فهنا بيكون طالع لك اللي هو أفراد الأسرة الخاصة فيك كل واحد برقم هويته تاريخ الانتهاء تاريخ الميلاد وإلى آخر من كفة تفاصيل كل شخص كذلك لو اتجهنا إلى خيار عمالتي فلو عندك أي عمالة فهي تظهر أيضا معاك هنا برقم الهوية أو رقم الإقامة وتجديد الإقامة والخروج العودة وإلى آخر من بقية الخيارات المتاحة للعمالة وآخر خيار عندنا اللي هو مركباتي هو الخاص بالسيارات المسجلة باسمك أو اللي عندك تفويض بالقيادة عليها وأيضا تشمل تجديد الاستمارة وإلى آخر من بقية الخيارات الخاصة بالسيارات هذا كان من خيار المركبات أما من خيار المخالفات المرورية فبتظهر معاك كافة المخالفات المرورية اللي تحت حسابك أو تحت رقم هويتك سواء المسددة أو غير المسددة مع خاصية الاعتراض على المخالفات وبكذا أكون وصلت معاكم إلى نهاية الفيديو إن شاء الله أكون أفتحكم بمعلومة بسيطة أعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر